الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 دائرة التحكم في الملف اللولبي بي للتحكم في الضغط مرتفع ماذا يعني ذلك؟ هذا رمز عام لمشكلات تشخيص الإرسال DTC وينطبق على مركبات OBD2 مع ناقل حركة أوتوماتيكي قد يشمل ذلك على سبيل المثال للحصر المركبات من فورد وGMC وشفرولي وهوندا وBMW وزحلة ولاندروفر وأكورا ونيسان وزحلة وما إلى ذلك على الرغم من أن خطوات الإصلاح العامة قد تختلف اعتمادا على السنة والطراز والطراز تكوين مجموعة نقل الحركة في معظم الحالات ستشتمل عمليات الإرسال الأوتوماتيكية على ما لا يقل عن ثلاثة ملفات لولبية للتحكم في الضغط تعرف باسم الملف اللولبي A وB وسي ترتبط رموز الأعطال المختلفة بدائرة التحكم في الملف اللولبي B وتشمل بعض الرموز الأكثر شيوعا P0964 وP0965 وP0966 وP0967 عند تعيين رمز مشكلة P0967 أوPDA أي كشفت وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM عن وجود مشكلة في دائرة التحكم في الملف اللولبي للتحكم في ضغط النقل بتعتمد مجموعة التعليمات البرمجية المحددة على العطل المحدد الذي تم اكتشافه بواسطة PCM يتم التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكية عن طريق الأشرطة والقوابض التي تغير التروس من خلال ضغط السوائل في المكان المناسب في الوقت المناسب الغرض من الملف اللولبي للتحكم في ضغط النقل هو ضبط ضغط السائل حتى يعمل ناقل الحركة الأوتوماتيكي بشكل صحيح ويتحول بسلاسة يقوم PCM بمراقبة الضغط داخل الملفات اللولبية وتوجيه السوائل إلى مختلف الدوائر الهايدروليكية التي تغير نسبة تروس ناقل الحركة بدقة حسب الحاجة يتم تعيين الرمز P0967 بواسطة PCM عندما تكتشف أن دائرة التحكم في الملف اللولبي للتحكم في الضغط تعاني من حالة جهد عالي وبالتالي لا تعمل بشكل صحيح مثال لملف لولبي ناقل الحركة ما مدى خطورة DTC هذا عادة ما تبدأ شدة هذا الرمز كمتوسط ولكن يمكن أن تتقدم إلى مستوى أكثر حدة بسرعة عندما لا يتم تصحيحه في الوقت المناسب في الظروف التي تؤدي إلى اندفاع ناقل الحركة يمكن أن يتسبب الضرر الداخلي الدائم في جعل المشكلة مشكلة خطيرة ما هي بعض إعراض الكود قد تتضمن أعراض رمز مشكلة P0967 مايلي زيادة استهلاك الوقود تحقق من ارتفاع حرارة المحرك المنشط ضوء الإرسال زيادات ناقل الحركة عند التحول يتحول ناقل الحركة بقوة الضرب في الترس أعراض تشبه اختلالا محتم لن يتم وضع ناقل الحركة في وضع تعرج بواسطة PCM ما هي بعض الأسباب الشائعة للرمز قد تتضمن أسباب رمز الإرسال P0967 مايلي الملف اللولبي للتحكم في الضغط المعيب سائل ناقل الحركة الملوث مرشح النقل المقيد مضخة النقل المعيبة جسم الصمام المعيب الممرات الهايدروليكية المحضورة الموصل المتآكل أو التالف الأسلاك المعيبة أو التالفة PCM المعيبة ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها P0967 قبل بدء عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها لأي عطل يجب عليك البحث في نشرات الخدمات الفنية TSB وهاش 39S للسيارة المحددة حسب السنة والطراز وناقل الحركة في بعض الحالات يمكن أن يوفر هذا الكثير من الوقت على المدى الطويل من خلال توجيهك في الاتجاه الصحيح فحص السوائل والأسلاك الخطوة الأولى هي فحص مستوى السائل وفحص حالة السائل للتلوث قبل تغيير السوائل يجب عليك أن أمكن فحص سجلات السيارة للتحقق من آخر مرة تم فيها تغيير الفلتر والسوائل بعد ذلك يتم إجراء فحص بصري مفصل للتحقق من حالة الأسلاك ابحثا عن عيوب واضحة تحقق من الموصلات ولتوصيلة ابحثا عن الأمان ولتأكل والدبوبيس التلفتي إجب أن يشمل ذلك جميع الأسلاك ولم وصلت إلى إلملفات اللي ولبي للتحكم في ضغط النقل ضغطنا قل الحركة وPCM بناء على اللابكوين المحدد يمكن تشغيل مطخي إلى النقل كهربائيا أو ميكانيكيا خضوات متقدمنا دائما ما تصبح الخطوات المتقدم خاص تجيدا بالمركب والطلبا لمعدة المتطور المناسبة للعمل بطقة تطلب هذا لإجراءات مقياسة رقمي متعد دولمر ناجعة قنيتي المحددة للسيارة إجب عليك دائما الحصول على بيانات تحرير لخ للأصلائحة هل خاصة بسيارتك قبل متابع أو لخطوائت المتقدم تختلف مطلبوت أو لجهد بناء على اللطراز المحد للسيار قد تختلف أيضا ما الطلبات ضغط السواء البناء على تصميم ناقل الحيريكوت كوينه فحصات أو الوسط مراري ما لم تحدد أو لبيانات الفنيتخ الأفذلك إجب أن تكون الأقراءات العادي للأسليكوية لتوصيلات صفر أو من من المقاومت إجب دائما إجرنا اختبارات إليست مراري مع إزالة إلى طاقي من الدائر لتجنب تقصير الدائر حدثة لمزيد من الدر المقاومت أو عدم الاستمراري هي إشار إلى وجود خلل في الإسلاك المفتوحي أو القصير ويجب إصلحها أو استبدالها ما هي بعض الأصلاحات الشائعة لذى إلى رمز تغيير السواءل والأفلتر استبدالي التحكم في إبضغط المعيب إسلوحة الملف اللي ولي بالمعطل إسلوحة أو استبدال مضخط نقل معين بإصلاح أو استبدال جسمي صمام إلى أنقل المعيب تيفقي تدفق لتنوض نيف إلى ميرات تنظيف فلتئاكل من الموصلات إسلوحي أو استبدال الإسلاك والمعيب تفلاش أو استبدال PCM المعيب قد يتضمن لتشخويص الخاطئ المحتمل المشكلة عطل في مطخة إلى النقل مشكلتي في النقل الداخلي مشكلتي في مجموعة توجيه نوم لأن تساعدك أو لمعي لو مات الوارد في هذو لمقالة في تصحيح المشكلة باسد خدم رمز رمز مشكلة تشخيص الملف اللي ولي بي للتحكم في دائر التحكم في الملف اللي ولي بي هذو لمقالة مخصصة ماما لأغراض إعلامين استكون لأوليا دائما للبيانات التقنية المحددة وانشورات اللي خدمت لسيارتك ترجمة نانسي قنقر